استقبل وزير التنمية المحلية محمود شعروي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب بارشا راغب وشهد اللقاء استعرض آخر مستجدات ملفة التعاون بين الوزارة والأكاديمية في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين وعلى رأسها جهود الأكاديمية لتطوير وتأهيل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وتدبيق نظم التدريب الحديثة وتوفير الحقائب التدريبية وتم استعرض خطة التطوير النهائية التي أعدتها الأكاديمية لمركز سقارة والتي تتضمن عدداً من المقترحات الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية والتكنولوجية والتحول الرقمي وما بين المقر ومركز البيانات به وإعادة الهيكلة المؤسسية للمركز وفق أحدث الممارسات العالمية وتسكين العاملين عليه ودعمه بكاودر شاب متميزة من المحافظات ومن خارية